مريبا عند شعوره بالخوف ترى هل هو القرال يصبر القرال صوت عطاس عند شعوره بالخوف وهو يعيش في الجبال الصينية وقد ميزه الله بثيقان وقوائم تساعده جيدا على القفز والتسلق وخلال فصل الشتاء يغطس القرال في الثلوج حتى بطنه لذلك يضطر للقفز أثناء تنقله وبعد تناوله لطعامه في الصباح يذهب لشرب الماء ثم يعثر على مكان من الراحة تحت الشمس حتى المساء ينتمي التاكن إلى نفس الفصيلة ويقطن سلال الجبال الصينية حادة الانحضار ويتغذى خلال فترة مع بعض الظهر على العرصان والأوراق وبرعم الخيزران يعيش التاكن في قطعان كبيرة يصل عددها إلى 300 حيوان خلال الصيف لكنها في الشتاء تنقسم إلى قطعان أصغر كما يفضل ذكر التاكن العيش بمفرده ورغم مظهره الغريب إلا أن حركته سريعة في الجبال يصطاد السكان المحليون التاكن كطعام لهم لكن التاكن ليس حيواننا السري فحيواننا السري تعرض